اشتركوا في القناة وبعد دخولها المستشفى بأيام توفيت أمس في مستشفى البشير بالعاصمة الأردنية عمان وكشفت وسائل إعلام أردنية أن هيفاء أبو هاني أم لسلاسة أطفال وكانت تعاني من التعنيف الشديد من قبل زوجها قبل أن يقرر قبل أيام إحراقها فسكب عليها مادة الجاز وأدرم النار في جسدها وهي حية وعلى أثر ذلك نقلت الضحية إلى مستشفى البشير حيث عانت لأيام ثم توفية وأصارت وفاة هيفاء الغضب في الأردن بسبب الطريقة الوحشية التي أدت إلى وفاتها كما ذكر بعد المغردين أنها ليست الحادثة الأولى في الأردن وأن البلدان العربية حيث تعاني النساء من العنف والقتل بشكل مستمر وقال أيضاً من يقدر يولع في أم أولاده ويحرقها واللي مش مستوعبه أن في ناس بتدست سمها وتبرر أنه أكيد ما بيحرقها من فراغ أنتم بشر على العموم بكرة بيطلعوا له تقرير أنه كان تحت تأثير المخدر ومش مسؤول عن تصرفاته ربنا يرحمها ويصبر أهلها وزويها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته